تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة والرؤساء الوزراء وأولياء العهود عبر سموه وحفظه الله فيها عن خالص تهنيه وأطيب تمنياته لهم بدوام الصحة والسعادة مبتهلا إلى الباري جل شأنه أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على هذه الدول وشعوبها الشقيقة بوافر الخير واليمن والمسرات سائلا الله عز وجل يحفظ الجميع في ظل الانتشار العالمي لفيروس كورونا